أكد سعادة وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر أكد أن مشاريع مدن البحرين الجديدة تمثل دفعة قوية باتجاه سرعة تلبية الطلبات الإسكانية وركزة أساسية في خطة وزارة الإسكان الرمية إلى بناء 25 ألف وحدة سكانية مدرجة في برنامج عمل الحكومة الزميل يحيى العمري وتفاصيل هذه المشاريع جهود حثيثة بذلتها وزارة الإسكان في مملكتنا تلبية للأمر السامي من جلالة الملك حفظه الله ببناء 40 ألف وحدة سكانية وبناء على برنامج عمل الحكومة فقد دابت الوزارة في بناء 25 ألف وحدة سكانية من خلال المشاريع الاستراتيجية التي تشهد تسارعا ملحوظا حسب ما هو مخطط لها ففي مشروع مدينة الشمالية الإسكاني وهو مشروع يعد أبرز المشاريع الاستراتيجية التي تقوم عليها الوزارة على مساحة 740 هكتار ويعتبر أكبرها من ناحية المساحة وعدد الوحدات السكانية والمرافق والخدمات حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية له حين اكتمال هذا المشروع حوالي 90 ألف نسمة فهو يوفر قرابة 15 ألف وستمائة وحدة سكانية ومن المتوقع خلال العمل الجاري اكتمال نسب الإنجاز بأكثر من 3000 وحدة سكانية في جزيرتين بالمدينة بعد أن بلغت نسبة الأعمال الإنشائية الإجمالية حوالي 87% وأعمال البنى التحتية 57% وفي مدينة شرق سترة الواقعة بمحاذاة جزيرة سترة على مساحة 250 هكتار تستوعب هذه المدينة ما يقارب 24 ألف نسمة حيث ستوفر المدينة 3180 وحدة سكانية و690 قسيمة سكانية تم تصميمها بأسلوب عصري لتناسب احتياجات الأسرة البحرينية فقد تم اكتمال نسب الإنجاز في أعمال الدفان البحري لمدينة شرق سترة بشكل تام بعد أن انتهت الوزارة من إعداد المخططات العامة والتفصيلية للوحدات السكانية وأعمال البنى التحتية وفي نظرة تفصيلية لمدينة شرق الحد الواقعة في جزيرة المحرق نجدها هنا على مساحة قدرها 227 هكتار ومن المقرر أن تستوعب هذه المدينة بعد اكتمال نسب الإنجاز بها وتخصيصها للمستحقين حوالي 30 ألف نسمة حيث تضم 4500 وحدة سكانية مكتملة المرافق والخدمات هذه المدينة تشهد الآن تقدما كبيرا حسب ما هو مخطط له ومن المؤمل أن تكتمل نسب الإنجاز ب500 قسيمة سكانية وأكثر من 800 وحدة مع نهاية هذا العمل الجاري ذلك بعد أن بلغت نسب الإنجاز فيها مراحل متقدمة جدا تصل إلى 95% علاوة على 398 وحدة اكتملت أعمالها بنسبة 40% إضافة إلى تنفيذ 740 وحدة سكانية بدأت بها الوزارة مؤخرا وفي جنوب شرق البحرين حيث المدينة الجنوبية الواقعة على مساحة تقدر ب734 هكتار في المنطقة الواقعة بين قريتي عسكر وجو تم تكليف مؤسسة الأمير تشارز الخيرية البريطانية بإعداد المخططات العامة والتفصيلية لمدينة حديثة مستدامة من المقرر أن تستوعب حوالي 42 ألف نسمة حيث تضم هذه المدينة نحو 1560 وحدة سكانية ومن المتوقع أن تنتهي الوزارة من تشييد المرحلة الأولى من وحدات المشروع في المدينة الجنوبية مطلع العام المقبل ذلك بعد أن تفاوتت نسب الإنجاز في أعمال المشروع الإنشائية بين 50% و60% قمت الوزارة بتخصيص حوالي 35% منها للمواطنين المستحقين أما في مشروع الرملي وهو مشروع سكني متكامل لإنشاء مدينة تحقق الاكتفاء الذاتي والاستدامة يستوعب هذا المشروع 32 ألف وخمسمائة مواطن بعد إنجازه حيث يتكون من 3520 وحدة سكنية علاوة على المرافق الاجتماعية ومساحات خضراء وأخرى مفتوحة فضلا عن دور العبادة والمدارس وتم مؤخرا إبرام عقود بناء 1265 وحدة سكنية بالتعاون مع الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 65 مليون فاصل سبعة من دينار بحريني وذلك بعد الانتهاء من تسوية الأرض بشكل تام وتسوير الموقع على أن يتم شروع في التنفيذ مع منتصف العمل جاري والانتهاء منه مع نهاية عام 2018 هذه المؤشرات الإيجابية لملف السكن الاجتماعي بمملكة البحرين تحققت جميعها بفضل الدعم اللامحدود من لدن القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة فوزارة الإسكان أكدت أنها على ثقة بأنها قادرة على ترجمة المحاور الإسكانية المدرجة في الخطة الإسكانية وبرنامج عمل الحكومة إلى واقع ملموس خلال المرحلة القادمة